البرج العقرب ستحدث عن الأحوال العاطفية لأي لكل الشريك ستحدث كذلك عن الأحوال العامة ستشرح كذلك حتى للزيب سنرى ما يخبرون شهر يونيو وما تنسوا أن هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي القمري طالع وفي إمكانية أن تكون قراءة عكسية وخاصة إذا تحدثنا عن الجانب العاطفي نرى البرج العقرب تهدف إلى بدء بداية جديدة أو علاقة حب جديدة بس عم شوفك كأنه أنت مشوش الفكر وخايف أو عم تتقارن للحب القديم بالحب الجديد أو عندك اختيارات وما عم تعرف كيف تختار باينها عم شوفك يعني واقف محتار أي قرار تتخذ بحيتك ممكن ما تكون علاقة فيها ممكن تكون حتى شراكة عمل يكون مشروع يكون شغل أي شيء ممكن أنت عم تفكر فيه بالنسبة للشريك عم شوفه معتزل قاعد لحاله ما عم يحكي معك ممكن عم شوفه هذا الإنسان هو السلمين تبعك هو توقم الشوع اللي يتبعك توقم الروح النسخة المطابقة لإلك أو النسخة التي تكملك بس عم شوفه هذا الإنسان مجروح أو يعني تعبين جدا عم شوفه عازل حاله عن كل الناس عن كل المجتمع عنك كذلك ممكن تكونوا مبتعدين عن بعض عم شوف كذلك على أنه عازل حاله عن كل المجتمع مش فقط أنت العالم عم شوف كذلك على أنه وارد جدا بهذه القراءة أنه أنتم مبتعدين عن بعض لأنه عم شوفه عم يتذكرك وكأنه أنتم قضيتوا وقت كتير طويل مع بعض أو قضيتوا أوقات حلوة جميلة جدا وانتم مبعدين عم شوف كذلك حتى أنه أنت قائل بقلبك تجاه هذا الإنسان كذلك بس عم شوفه كأنه صرت كذلك حتى أنت تبتعد وممكن تشكل لك هذا الإنسان مشاكل أو عمل لك مشاكل بالعائلة فصرت تبتعد أكتر عم شوف كذلك حتى أنت من زوي ومو بتعد عن هذا الشخص وممكن أنت تتعامل مع برج العذراء أو تتعامل مع برج الدلو كذلك عم شوف برج الأثار أو الميزين الجوزع كذلك عم شوفه هذا الإنسان كذلك يتمنى رجوعك أو يتمنى تهيير شيء أو يحصل شيء بحياته لأنه هذا الإنسان حياته شوي موتري أو مكركبي ما عارف شو يعمل أو أي قرار يتخذ أو أي طريق يصلك ممكن هذا الإنسان حيران جدا عنده أشياء مو بس أنت اللي مسببها يعني الحيات عمتا ممكن أنت شايل بيقلوك تجاه هذا الإنسان لأنه بتعد من غير ما يفسر ولا كلمة إذا ممكن حاول أنه يشي عندك يا برج العقرب ممكن عم شوف ردة فعلك حتكون ردة فعل صعبة ممكن تنفجر بوجه هذا الإنسان ممكن تحكيله كلام قاسي جدا عم شوفك شخص ممكن تقوله كلام جارح جدا يبتعد بتعاد آخر لهيك عم شوفه منزوي منعزل ممكن متخوف من ردة فعلك عم شوف كذلك حتى هو يريد يرغب في إرجاع أو في بداية جديدة يريد صلحة يريد تغيير الأمور بس ممكن بيعرف أنه أنت شخصية صعبة منك شخصية سهلة أنه يتعامل معه عم شوفه كذلك على أنه هو رح يعمل خطوة بس الخطوة رح تجي متأخرة ما رح تجي بالوقت اللي أنت مثلا مش هرجون عم شوف الأمور تتأخر أو رح تعمل يعني متأخر جدا عم شوف أنه نهاية العلاقة رح تكون بشكل سعيد يعني عم شوف على أنه هو يحمل حب كثير قوي تجاهك وعم شوفه يعمل خطوة بس رح تتأخر هذه الخطوة ما رح تفكر أنه العلاقة رح تكون بشهرجون جيدة عم شوفها لأنه هذا الإنسان يدرك أنه مذنب يعني يشعر لأنه هو المذنب بهذه العلاقة ويدرك ذلك بس ممكن ما قادر يعني يفسح عن ذلك أو يعمل خطوة إليك ممكن كذلك عم شوف على أنه عنده مشاكل بما تتعلق بالمال أو بالعمال ما بيخليك كذلك تكون راكز للدهن عم شوفك كذلك على أنه ممكن تكون عندك فرصة فرصة حب جديدة أو ممكن يعاد صياغة هذه العلاقة بشكل جديد ممكن تكون تبدأوا العلاقة بس بشكل آخر ما رح تكون نفس المشاكل رح ممكن تتكلموا اللي أنا عم شوفي بس هذه الكلام أو هذه الرسائل ستتأخر يا برج العقرب ما رح يكون في تواصل بالوقت الحالي في رغبة وفي نية أنه تتكلموا مع بعض وخاصة هو عم شوف في رغبة بس أنت عم شوفك يعني الشايل بقلبك تجاه هذا الإنسان ومتوتر أكتر وممكن بتعد من غير ما يفسر لحيك أنت عم شوفك بكتير شايل بقلبك تجاه هذا الشخص بس عماطن الطاقة جيد جدا حاول إذا هو إنسان مثلا طيب وإنسان عنده خلق بس ما اعتزل من غير ما يحكي لإلك حاول إنه تلتمس لإله العذر لأنه عم شوفه يظهر بأنه في مشاكل تتعلق بالمال والعمل وعم شوف أنه يحس أنه مذنب يشعر بذلك يكفيه هذا التأنيف الضمير الذي يعيشه برج العقرب عم شوف كذلك حتى لعزة برج العقرب عم شوف وفي حب جديد تتلع في عم شوف حتى هذا بتعني الزاويج بتعني الارتباط ممكن يكون في ارتباط جديد بحية برج العقرب ممكن يكون حدا كذلك من برج العقرب عم شوفه شخص مشهور أو شخص شخص أليجنت وشايني شخص مشع شخص معروف شخص يجلو بالعين كثير شخص بحبوه الناس عم شوفه كذلك شخصية ناجحة جدا ممكن يشتغل بكل ما يتعلق بالحكومة أو بالدولة يشتغل مثلا بالقطاعات العسكرية و بالقطاع الأمن عم شوفه كذلك ممكن يشتغل بالتعليم هذا الانسان ممكن يطلب إيدك أو ممكن حتى يريد الزاويج منك للبعض ممكن يكون تقدم أو يتقدم هذا الانسان أو يطلب إيدك لأنه عم شوفه شايل كاس الحب أو كاس الماء ليتحدث معك عم شوفه كذلك إنسان اللبق الكلام إنسان بيعرف كيف يتحدث عم شوفه يعمل خطوة مشان أنه يكون معك هذا بالنسبة للناس العذاب أما بالنسبة للحياة العامية برج العقرب عم شوفه في بداية جديدة تتعلق بكسب أموال هذه الأموال ممكن تأتي من مبادرات ممكن تعمل أشياء تخص المساعدات الإنسانية أو ممكن تتجه برج العقرب إلى المساعدات الإنسانية أو ممكن تكون يعني تشتغل بجمعية مساعدة الناس مشوف كذلك ممكن عندك رغبة أنه تبني بيت أو تتزوج كذلك عم شوف على أنه عم شوفك يعني ممكن يكون عندك بهذا الشهر عزومات أو ممكن أنت يكون عندك ضيوف بالبيت عم شوفك تحتم لكل ما هو يتعلق بالاستقرار العاطفي والروحاني عم شوف كذلك حتى ممكن في قضية بالمحكمة عم شوفها يعني ممكن تربحها إذا كان عندك مشاكل تتعلق بالنوم يا برج العقرب فمشوف امشوفك بهذا الشهر ممكن شوي عندك خلافات مع الناس عندك خلافات مع ربك بالعمل ممكن أنت تلجأ إلى عمل مشروع والابتعاد عن العمال بشركة وعند شخص ممكن ما تلاقي حالك تلاقي مشاكل معه وتلتجأ إلى عمل مشروع خاص عم شوف في قعبة كتيرة ممكن تكون على عاطقك يا برج العقرب وخاصة بالعمال عم شوف ما عندك استقرار بتحس حالك أنه منك مستقر لهيك عم تلتجأ إلى كل ما هو روحانيات وكل ما هو صداقات وجمعيات والاهداء للناس عشان يحصل هذا الاستقرار بحياتك عم شوف كذلك نجاح بقضية تتعلق بالمحكمة عم شوف كذلك عندك أرق بس عم شوف عامة الطاقة تتجأ حول الانعزال يا برج العقرب عم شوف كذلك عندك هدف وعم شوفك مسكر أبويب كتير على ناس ما بيستحقوا خاصة الناس المتطفلين اللي عم تاخد الأخبار وعم تجيبه اوك عم شوفك هم أفل أبويب تجاه هادي الناس ما عم تعطيها ما عم تسمح له انو تتدخل بحياتك كذلك عم شوف على انو ممكن في شخص خبيث كما قلت يتدخل بحياتك حاول انو تتسكر الأبويب عليه ما تحاول انو تفتح الأبويب أبدا كان طاقتك أنت أو أصحاب المجموعة الأولى برج الميزان أو حاليا أنتو أن تبحثوا عن التويزن بالحياة عم شوف في بدء بداية جديدة بالحياة كأنو شخص بتعد عنكن وانتو بدكن تبدأوا بداية جديدة بتبحثوا عن التويزن شخص خاصة هالإنسان اللي بتعد عنكن شخص بتحبوه كانت في علاقة حب جميلة بيناتكن بس عم شوف الأمور بقت بالفشل أو العلاقة ما كانت جيدة بيناتكن أنا عم شوفك عم تبحث عن توازن عم تبحث عن استقرار أكثر بالحياة عم الشريك حاليا عم شوفه في علاقة يعني إذا هي وردة يعني هي بتعني كتير أشياء هالورقي لمجموعة من الناس الحبيب مش قادر يبعد عنكن مش قادر يبتعد عن العلاقة أو في حب قوي بينك وبينه في نوع من التعلق بالعلاقة بس للبعض عم شوف أنه هالإنسان في خيانة خاصة وخاصة عم نشوف في خيانة جسدية مع أشخاص أخر يعني مع ناس تانيين أكا بس وارد هو كما يظهر لي أنه هو متعلق كتير بعلاقتكن يعني أنتو هي متعلقين ببعض بشدة مش قادرين تنسوا بعض أكا عم شوف في تعلق شديد وفي غيرة وفي حب وفي نوع من التملق بالعلاقة أكثر أكا شابكين ببعض لدرجة لما بتبعده عن بعض وخاصة هو لما ببعد عنك بحس بألم مش قادر يبعد أكا أنتو مع بعض تتقلموا لما بتكونوا مع بعض وحتى لما بتفترقوا يعني بتصير يعني بتتعبوا التعب لما بتكونوا مع بعض ولما بتفترقوا مع بعض في تعب أكا يعني علاقة كتير صعبة أكا عم شوف كذلك أنت خاصة صاحب القراءة عم شوفوا من بعد هالفراق اللي عم شوفوا بالتاروت أنتو عم بتحاولوا تكونوا سعيدين اللي أنا عم نطلع أنه أنتم تحدثون توازن بالحقيقة هيدا اللي بيطلع لك كذلك أنت يا صاحب القراءة عم شوفك حاليا عم تبحث عن أشياء تسعيدك بالحقيقة لأن العلاقة كانت جارحة جدا وكان فيها خصام وكان فيها زعل كتير قوي وصرتوا عم تبحثوا عن حال علاقتكن أكثر أوكي لهيك أنا عم شوفك عم تلجأ للموضوع اللي عم تنسي كل هالأشياء السلبية اللي عشتها باللحظات الحلوة كذلك حاليا عم شوفوا بيحاول يعني ينسى الموضوع حاليا عم شوف هالشخص بعزلة وعم يتمنى كتير أشياء بالحقيقة أنه تتحقق يتمنى أنه تكون العلاقة جيدة معك بس يعني ممكن حاليا أنتم بتعدين إذا ما كان في بتعاد جسدي عم شوف في بتعاد شوي هيك بالعلاقة في نوع من اللي أنا عم شوف العلاقة تأخد منها التعلق أكثر الشي السلبية اللي عم تشوفها أنت فيه ممكن هالإنسان عم يهتم للعائلة أكثر ما يهتم فيك هذا للناس المتزوجين وارد يكون حتى الناس اللي بعلاقة أكي عم شوفوا اهتماماته أكثر تنصب للعائلة وممكن حضر العائلة توفى له في أشياء بالعائلة حاليا عم يعيشها هالإنسان وعم شوفوا هادا الأشياء الإيجابية عم شوفوا شخص يعني فيه نوع من الممكن يكون برج أساد وفيه هيك طاقة نارية أكثر لأنا عم يطلع هالإنسان ممكن يكون برج الجديد وممكن يكون برج الأسد وحتى القوس عم يطلع هون بالقراءة عم يطلع الإنسان هيك شخصية نارية شخصية مقدمة شخصية هيك جميلة عنده نوع من الـ عنده وعنده طاقة كتير هائلة بيعمل كتير أشياء وعنده هيك عنده كتير طموحات بالحياة أما هو هي عم يشوف أنه عم يشوف على أنه أنت عندك مشكل بآآ ويعني عندك مشكل بعدم التوازن بالعلاقة يعني أنت ما بتعرف توازن العلاقة أنت شخص وهيدا بيبين لي هيك أنت والشريك لما بتدخلوا بالعلاقة بتدخلوا يعني لأعماق العلاقة ممكن أنتو بتحبوا بعض لدرجة بتصيروا تتحكموا ببعض بيصير هو يسأل عنك كل لحظة يسأل عنك بأي وقت ممكن أنت عم تراق به بشدة وهل الأشياء أنا عم شوف ما في توازن بالعلاقة في نوع من التعلق الشديد بالعلاقة هيدا عم يدها اللي هون أما الأشياء الإيجابية عم نشوفك شخص روحاني شخص متدين شخص عنده عمق داخلي جميل بحب فيك هالشخصية ويحب أنه عميق جدا عندك نوع ممكن شخصية إنسانية عم تحب الخير للناس وهيك جميلة يعني هيدا ينطبق على الرجل والامرأة أوكي كمان عم شوف أنا وخاصة نوياك أنت عم شوف نية برغم أنه في زعل بيني تكون في خصامات وفي نوع منها أنتو مش قادرين تبعضوا عن بعض في نوع من آآ بدك أنت خاصة أنت بدك ترجعوا لبعض تكونوا مع بعض آآ تكملوا الطريق أكيد تضلوا مع بعض أما هو حاليا عم شوف آآ في حب وفي كل شي بس هو حاليا مبتعد حاليا مع منوشي عم يفكر واخد وقت لحاله ما عم يقدر يعني ما رح يعمل خطوة للأمام اوكي عم يفكر بنسبة كبيرة بيفكر وب يعني هالإنسان بحبك بس ما مشوف في خطوة للأمام إذا عم أنت ناوي أنه تكون خطوة دواج خطوة يتقدم لك آآ يعمل شيء لقلك ما عم شوف أبدا بهالوقت لأ بس أنا عم شوف أنه هالإنسان نيته جميلة بحبك بس هو مبتعد بهذا الوقت حتى لو كان لساتكم بالعلاقة هالإنسان آآ بهالمرحلة آآ واخد بوز واخد آآ وقت لنفسه آآ بده يشوف اولوياته او بده ياخد وقت يقرر آآ او ياخد قرار حاسم آآ يعني العلاقة الفية زاويج او لا حاليا نعم ما عم نشوف للساتق رح تضلوا بهالموتة مع التعلق ولا وتضلوا مع بعض آآ وتكونوا هيك يعني ازا بعضتوا عن بعض ما بتقدروا وازا ضليتوا مع بعض ما بتقدروا بيقلك يعني نظف محيطك آآ او نظف الهالة تبعك يعني آآ بيقلك الانرجي تبعك او طاقتك انت اللي تحيطك يعني الطاقة اللي بتحسها وبتشعر فيها انت لازم ما تنقيه لانه آآ في نوع من المراقبة والشك والغير والتملك هيدا كل شي بيدر يعني هالطريق بتدر آآ بتدر العلاقة اكثر ما ما بتنجحها اوكي انا انا عم لاحظ في نوع بين الخلط بين الحب وبين التعلق والشك يعني عم شوف كتير ناس ازا بحبو بصيرو يتملكوك لا من الرجل لا من المرأة وهيدي الطاقة مش صحيوة لطاقة حب هايدي هايدي طاقة سلبية اكي آآ آآ يعني فيك تحب الشخص بس ما فيك تتعلق فيه اوكي مثلا انا بحب امي بس آآ يعني ليس ليس من المفروض ان آآ آآ تصير لا الي تصير ملكي آآ يعني يعني املكا او مثلا ازا بدز اتزوج املكا مع مخلية هيدا نوع من من الطاقة السلبية اكي لازم تشيلو فكرة انو تملك الشخص هيدا طاقة سلبية لانو ما عندنا الحق انو ملك اي حدا او اي حيوان او اي شخص اوكي آآ لازم تعطيه حرية لازم تعطيه طاقة او سبيس لالو اوكي كمان هون بيقولك آآ عمشوف كمان هون في نوع من في نوع من التعلق وكمان هون بيقولك آآ لازم تشافح عليك او تشافح الطاقة السلبية اللي انت عايش فيها ها كل الوراء بيحكي على انو انت والشريك لا احكي عنك فقط انت والشريك مساهمين بفشل هالعلاقة لانو آآ في نوع من التعلق ومن التملك ومن الغير الشديدة اوكي عمشوف آآ كمان انو آآ الصحة جيدة بس انتبه للنوم للعيون كدالك انتبه لفمك لاصنعناك حاول تاصلون كتير منيح آآ انتبه لكل ما يدخل للفم من اكل ما تاكل اي شي عشان ممكن يسبب لك مشاكل بالمعدة آآ آآ كدالك انتبه كدالك حاول تعمل توازن كتير كبير بحياتك بكل ما يتعلق بالحب وحتى بالعمال وخده حاول تكون هادئ اكثر عمشوفك شوي موتر بس عمطن الطاقي في الشيء من الاهتمام اكثر بالفايننس عمشوفك المال والعمال ياخد حصة الكبيرة بشاهر ريونه لبرج الاقرب حاولت اهتم بهذه الامور وما رح يكون الى الخير ان شاء الله هيدا كل شي بتمنى على كل الخير والمسارات وما تنسوا تعملوا اللايك وسبسكريب لقناتي وشكرا لعلكم موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر